صباح الخير او مسائل خير عليكو ايان كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد بقوليكو اهلا وسهلا بقولك لو انت بسه جديد معينا او مرس معنا فضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد اه بشكركو اه اه وبحب تعليقاتكو الايجابية اه كمان الناس اللي اتدعيه لكتير انا جمان بقولكو ليكو مثل ما قلته ان شاء الله انا كمان بحبوكو كتير اه هنقول مع بعض النهاردة التواقعات العاطفية اه لما وليد برج ستراسون ان شاء الله اه وما تنسوش الاشتراك او تفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التواقعات العامة وعن المال والصحة والعمل واه وهتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعزاب اه سواء في زواج او لقى في الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لقى في الفترة اللي جاية او الارتباط اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكو كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله اه نبدأ مع بعض نقول بكم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا برج السرطون اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول اه انا شايفة في طاقتك اه 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 طاقة بتاعتك هلوة جدا انت عندك عجلة تلحظ اه اه فشكلها فترة جاي لك فيها تغيرات كثير اي في حياتك كفار في المرحلة اللي جاية ان شاء الله اه من القراءة كمان قداني ان شايفك انت نفسك نويت تغاية حاجات كتير قوي في حياتك في الفترة اللي جاية اه فدي عجلة تلحظ شايفك كمان برج السرطون اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الكوت او من اي برج مائي اه سواء اه عقرب سرطون خوت اه اه شخص ده ممكن يكون النقطة اصغر منك السن او انت اصغر منه اه ومن الشرطة كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه اه في عرض حب جاي لك اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض اه رجوع اه اه اللي بعد كده بيقول لك انت جاي لك سعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رقاء في استقرار اه اه في حياة عيدة جدا في شخص انت منصفل عنه هو بيرقبك لبعضكو هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب الانتصال كالمادي اه انا شايتي بيشتغل على نفطه بيشتغل على العلاقة وعايز يطور من نفطه عايز يجي لك اه وهو يعني عايز يجي لك فوق وهو يعني هو سبك وهو في حالة وعايز يغير نفطه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص هو بيشتغل على ده حاليا ده بالنسبة لبعضكو ده اللي موجود في الطاقة عندك يا برج السرطان الابراج اللي موجودة معي في القراءة برج الاسد اه برج العزراء برج الاسد الظاهر اللي مارسين العزراء الخوس الجوزاء الهوت اه وبرج السرطان ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص ازاي برج السرطان برج السور اه دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة الطاقات مائية هوائية اه الترابية والنارية برضو موجودة زي ما قلت في القراءة وفي الاسد اه نبدأ مع بعض القراءة اه القراءة يعني انا شايفة للبعض اه يعني كتير ظاهر عندي اه منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت بتيه توضع انفصال يا برج السرطان اه انت بتفكر في الشريك جدا اه بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو اه ممكن كمان يكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في الذكريات او حاجات جميلة حصلت بينكو الانتصال ده حصل كمان اه ممكن يكون اه كان فيه مشادات اه كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطول على الطرف التاني او الطرف التاني حصل منه تطول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه يعني اه كلام حاجة ده معنا اصح فيه رضب اه فيه كلام حاجد اه فيه معا كده فيه زعل وفيه ندم اه على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت ستكون ممكن تكون انت اللي قلته وآه فيه ندم كبير فيه زعل اه فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه. في زعل على الزبريات. انت والصرف الثاني يعني ديلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه البعض يدلل بعض منك طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في وقت الحالي. بعضكم يعني ممكن يكون حصل علاقة ثلاثية او في اطراف تانية تدخلت العلاقة. انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية. الطرف الثالث عاطفي بشكل واضح. عشان اكون طريحة معكم. مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح. لكن فيه طرف ثالث. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. ممكن يكون كمان لبعضكم حصل نقل كلام لك او للشريك. الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل آآ آآ يعني فيه امور بالنسبة لكو ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيط. فيه حد منكم طاب العلاقة ويمشي منها تنامى بس ماشي هو زعلان وهو حزين وهو مكسور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مكسور ولا رايح لحاجة ثانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد ما ماشي من العلاقة سواء انسا او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. آآ ماشي زعلان وحزين و آآ آآ ندمان على حاجات كتير. ندمان على حب آآ على عطاء على آآ 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 عشان كده بقول العلاقة دي فيها الانفصال او الطاقة اللي مصحة قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده نسير فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ آآ عايز آآ يعني عايز يخرج لنفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شرجة بتتعامل مع برج اسد آآ 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 عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عاوز تدي وشي تاني خالط وتباين نفسك بصورة تانية خالط لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت انت سيطر انت قوي انت آآ يعني عايز تحسس الثلاث التاني بحالة غموض عندك آآ 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 لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع أو في رجوع آآ في رجوع في حفظه متبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 في العلاقات العاصفية اللي هو التاني خالط كانت دعراقة نكحة مستقرة آآ آآ فيها بكيب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه مسيعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضكم كان عندكم مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ آآ كل دا بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما تصل لحالة الاستشفاء دي أو انك تكون مستقر أو آآ انك تغير من آآ آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكم آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون اديك اكتر من الليزن فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ 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 يعني هتعد تستنى تشوف الشخص الثاني او الطرف الثاني هامل معك ايه؟ هو الاول هيديك ايه؟ هو الاول هيامل ايه؟ هو الاول هيقدم ايه للعلاقة؟ بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل يعني انت مش تعمل فعل بعد كده بل الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لانه هو هيقدم عاكلة حاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ آآ في حد آآ فيكو متافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي ماشي ده هو ماشي آآ بسفر آآ آآ وماشي لسفر ممكن سفره ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ 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 في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور ده نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوا نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ آآ لبعضكم هو خد آآ آآ الانتصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ آآ ايجابي بعضوكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ آآ كارثين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من الماضي آآ آآ في زواج آآ في علاقة آآ بعد ما خصل فيها تدخلات وحاجات آآ 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 صعبة كتير خصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو آآ آآ يعني الشمسة تشرك على العلاقة زي من تاني اللي على قد ما الكراءة دي آآ آآ فيها كروت آآ آآ زعل وحزن واتقاب وآآ 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 ندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من أحلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ آآ موجودة في الكراءة دي يعني انت هو اللي هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف الثاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن تكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكو بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني في شخص مع معين في جماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل نهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب وان شاء الله يحتر كتوبه وكمان الشخص ده بيحبك في كتوبه وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكو الشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من السفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكو هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواه لكن هيحصل عرض حد آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسين علاقة في خطوبة آآ للبعض من كل الازد للمنفصلين بواجه عام قنا القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعزبين لوحدهم هشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حبة او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عام او في رجوع آآ في اشخاص هترجع من سفر او انت هتتافر لحد يا برج السرطان آآ في رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عزبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفسه محيطك يعني في الحيات بيعت جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطفية المسيحة بتعاتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت آآ بعضكو انا شايفك سعبان جدا ما بتنمش آآ آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر آآ او مش قادر بنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفسر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالف في الفترة دي انت عندك حياة سعيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش بكل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالسلام ممكن كمان التجريح بالسلام يكون هو دا اللي تعبك او او مخليكس آآ آآ يعني مش عارف تنام آآ 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 ممكن كمان تكون العلاقة السلطيلة انا شفتها آآ آآ لأ انت عندك مرحلة جاية تعيزة جدا ان شاء الله آآ آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حاجة نقصدك آآ آآ لكن استقرار آآ آآ نقدر نقول عليه آآ آآ كويس كويس لحد يعني الى حد المية لحد المية كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ حاول آآ بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ آآ يكون آآ 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 أكبر ملمكة حق او يكون حد كبير في ليلة او يكون حد ктоفت في . او اى اي حاجة من الحاجات دي المهم انت Branch Linkification يكون عنده حكمة عنده حكمة و لشرح مع اي حد عشان انا شايفة لبعض هي عنده حيرة فعلا محتر ومشايفة محتر بين حاجاتين و مش قادر يفتار ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور حد يكون من العيلة كمان ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لنا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بيها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تقرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي الكراءة نبهت نوعا ما ايجابية بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا للمتابعة برج السراسة اشتركوا في القناة وتفعيل الاشتراك في القناة وتفعيل shots